وسوف أعود وسوف أجيك أنا رحت في مهمة إلى أندونيزيا مع المخابرات قبل أن نصل إلى المذبحة أنت قلت أيضاً الورشات حصل فيها شيء نعم أنا قبل أن أروح لاحظ أن عبداللطيف بدأ بتلحيم ورشاته يعني يقوم بلحم الأبواب نعم إغلاقها تماماً والمطالة من نقطة السلسة قال لي فقط عملية ترميم من الداخل لم يراودك الشك في شيء لم يراودني الشك لأنك كانت فيه أراضي وكانت فيه بنايات قيد الإنجاز وكانت فيه بنايات فخمة ذهبت إلى أندونيسيا وعدت لما عدت سمعت باللصار سمعت أنه في 5 سبتمبر 27 حدثت مجزرة رهيبة ذهب الضحيتها حوالي 200 ما الذي حصل في هذه المنطقة لاحقاً الذي حصل لاحقاً أنه وابن أخت الجنرال التوفيق حصل على سبع ورشات بدل الثلاثة بدل الثلاثة واشتروا كل الأراضي هو وعائلته وأقاعدهم والناس هربت سكان يعني اللي بقات أحياء هربت وباعت أراضيها ومنازيلها بأرخص الأثمان وعبداللطيف قال لي بني خاله أخذ معظم هو والحشية بتاعته أخذ معظم البيوت لا أقول ببيوت فيلات فخمة رغم أنها كلها لم تنتهي لكن كان فيه فيلات فخمة والناس باعت أراضيها بأرخص الأثمان وهربت منها يعني هذه الجريمة مثلا ترى أنها كانت قتل لتهجير الناس واستغلال الأرض واستغلال الأرض واستغلال النفوذ للحصول يعني القتل كان لأسباب عديدة قتل للبيزنس نعم وقتل بهدف إرهاب الإسلاميين حينها نعم وتخويفهم من الوصول إلى السلطة وقتل ربما للثمالة للنزهة يعني واحد مثل يريد أن يقتل جزائري لا أظن أنا أقول لك بكل صراحة القتل أعطيني أسباب القتل أنا أقول لك بكل صراحة يا أستاذ صالح أسباب القتل في مجزر سيد يوسف أسباب تجارية محظرة تجارية بحثة لم يكن هناك إرهابيين هناك أنا كنت أزور المنطقة هذه وأعرفها جيدا لأنه ابن أخته كان عنده ثلث ورشات هناك كنت أزوره في بيته أيضا وكان يعني كان منزوج وعنده بنت لا تستطيع فيه إرهاب ولكن الجارين حينها ألسقت بالإرهابيين بأن إرهابيين كانوا يسكنون هناك بيوتهم كانت هناك أنت تعرف النغمة الإرهاب قائمة الإرهاب طويلة طب أنت شخصيا حصلت لك تهديدات من هددك أنا أولا لما أشرط إليه في الأول أن الناس بدأت تتساءل بدأت تساءل على بعجالة سيدنا الكريم لأنه لازال لدينا كثير من بدأت يعني بدأت تساءل كيف هذا يعني شاب صغير وعنده مرصم وعنده كذا وكذا وكذا أولا أولا لقيت أول تهديد جاني جاني من حارس عباسي مدني حارس شيخ عباسي مدني شيخ عباسي مدني قال لك ابتعد أو لا لأن المكان فيه غلايان في الجامعة عباسي مدني حاول يدخل الجامعة وأنا رفضت له الدخول للجامعة لأنك أنت كنت نائب عميد للجامعة رفضت له الدخول رفضت له الدخول فهددك الشيخ عباسي للتاريخ قال لي بارك الله وفيك يا ابني لكن حارسه قال يسوف نقطعك أربا أربا هذا أول تهديد التهديد الثاني جاني من الطلب الإسلاميين في الجامعة لأنهم شكوا بعد 91 يعني 92 شكوا أنك أنت عميل شكوا فيه حتى أنه يعني الجامعة قرت يعني يعني بأمر يعني من الدراس أيضا مش عارف كيف يعني يعني تخرج مرسوم تقول بلك يعني كريم هو بصورة رسمية مدير الدراسات والبيداغوتية وهذا هو قرار وتعيينه يعني عادي جاني تهديد من الإسلاميين وأيضا جاني تهديد من عبدالقادر عبدالقادر هذا الذي جندك لأنني بعد 92 أصبحت يعني هذا تهديد من الأشخاص الذين ذكرتهم يعني كان بالصوت مباشرة بالصوت مباشرة نعم مباشرة عبدالقادر كيف هددك جاءك أيضا مباشرة عبدالقادر لأنني أردت أردت توقف قلت له أنا كنت أظن أنني أعمل من أجل المصلحة الأولى للوطن لكن يظهر لي أنني أعمل من أجل مصلحتك الشخصية فماذا قال لك قال لك قال لي بهذه العبارة أنت جاسوس أنت عميل لا تنسى لقد مضيت على أوراق مضيت على عقد ومش عقد يعني لكن أوراق رسمية أني أتعامل مع الدراس بإنها نهائية أيضا قال لي رصاصة واحدة في رأسك وقائمة الإرهابيين طويلة طويلة هكذا بالحرف الواحد بالحرف الواحد والتهديد الثاني قال لي والداتك ماذا سيفعل بها يقتلوها قال لي تخيل هذا عبد القادر لا زال إلى الآن في المخابرات ما زال الآن اسمه الكامل هذا عبد القادر أنا كنت أعرفه باسمه عبد القادر لكن جاني تأكيد في 2002 أنه اسمه الحقيقي عباسي 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 نريد أيضا بعجالة حتى نختم هذه الحلقة الحواجز المزيفة للجيش أريد أن أعرف كيف كانت تتم بالضبط كلها كانت تحت غطاء الإسلامي كلها هي حواجز للجيش ولكن بأقنع إسلاميان كان فيها حواجز طبيعية مرات كانت تقوم بها على أساس أنها حواجز للجيش لكن على طريقة طريقة سرية هذه حواجز عادية مثلا توقف سيارتين وبعدين يبدأوا يوقفوا في السيارات ويكونوا ملثمين بزيل عسكري مرات يوقفوا وبعدين كان فيه جملة من الأشياء يقوموا بها خاصة أولا يقتلوا إذا كان شك فيك أي شك إذا كان شك فيك فقط سوف يقتلونك ثانيا السلب الأموال أحكاني تم سلب الأموال السلب المجوهرات هو جيش عسكري أنت شاهد على الأشياء شاهد عليها أنا أتكلم على هذا الجماعة الخمسة بالضبط أولا يبدو أنهم عافوا في الأرض فسادا نعم السلب الأموال والمجوهرات ومرات النساء معقولة هذا خاصة من خاصة وأقولها للتاريخ أيضا في زيرالدا وفي الطريق الرابط بين استوالي وموريتي فيها فيه حانا اسمها الرئيس وفيه طريق مظلم طريق مظلم جدا معروف والإخوة الزيرين يعرفوه مظلم كان يقوموا بحركة خاصة يعني ليالي الخميس يختطفون المرأة النساء وأيضا السيارات الفاخرة يعبثون بها ثم يتركونها ويتركونها لأنها كان عندنا وكانت تقال بأن الإسلاميين أو إرهابيين وما دائما يلسقونها بالإرهابي ومرات من كان يقول أن الجزائر تريد المصداقية الدولية يعني أنها تقتل حتى تظهر نفسها أو ما المعنى بالمصداقية الدولية حينها عبدالقادر هو الذي كان يقول هذه العبارة نريد المصداقية الدولية كيف نريد التعاطف الدولي مع الجزائر كلما نصيح بأننا ضحايا الإرهاب سوف نتلقى دعم خارجي لأنه يعني نقول بكل صراحة يعني كان فيه إرهاب في الجزائر يعني واحد ما ينكرش لكن مش بهذا الفضاء يعني لصورها هما عبدالقادر كان يريد تضخيم الإرهاب من أجل الحصول على الدعم ربما المالي أو اللوجستيكي أو المعلوماتي أو تبادل معلومات مع الدول الأجنبية أو عقود مع الدول الأجنبية لأنه كان فيه فتول عندها اتمام جزائر خاصة يعني أمريكا فرنسا وبريطانيا يعني في الأخير بخصوص ملف تجنيد رجال الأعمال كيف وهل تذكر بعض الأسماء يعني ابتزاز الطالبات بالضبط أنت ذكرت بعض الطالبات التي تم ابتزازه هنا والله كان فيه طالبات يعني لا يعدنا ولا يحصلنا يعني لا أقدر هناك من رفض أنت ذكرت لي إعلامية مشهورة رفضت التعاون وهربت هي اسمها حيات لا أنت ذكرت لي الزميلة خديجة بن جنة لا سوف أعود إلى خديجة بن جنة لاحقا أولا فيه واحدة كانت صحفية عفوا كانت طالبة في محد الصحافة اسمها حيات من بوسعادة عرضوا عليها أن تتعاون مع المخابرات أن تتعاون مع المخابرات ويعطونا لها منصب منصب في التلفزة أو في إذاعة رفضت وتم قتلها وتم قتلها وتم قتلها وهل الكل يعرف بأنها قتلت من قبل المخابرات أم لا تزال مجهولا لا هذا يعني أنت